طبعا كلمة إدليم كلمة الدليمي نسبا هذه الكلمة موجودة كثيرا في مصادر التأريخ أحد الأخوة طرح علي السؤال التالي قال هل نتصل بالصلة النسب مع عشيرة الدليمي الموجودة في الخليج بعض منهم موجود في السعودية بعض منهم موجود في قطر بعض منهم موجود في الكويت أقول قد تكون هناك صلاة نسب وقد لا تكون هناك صلاة نسب لأنه يوجد خلاف بيننا وبينهم هم يقولون أنهم أحفاد الصحابي جليل سعد بن عبادة بن دوليم ونحن نقول بأننا أحفاد الصحابي جليل عمرو ابن معد كرب أي إننا من قهطان من زبيد طبعا هذه المسألة يعني لا يوجد فارغ كبير في هذه المسألة فسعد بن عبادة بن دوليم ينتهي نسبه أيضا إلى قهطان كما أن عمرو بن معد كرب ينتهي نسبه إلى قهطان لكن المسألة إنه هل صلة القربى قريبة أم بعيدة لربما تشابه فقط ولربما هناك صلة نسب لا شك إنه هناك صلة نسب في مرحلة الإسلام أو في مرحلة الجاهلية ووجدت شيئا حقيقة في كتب التاريخ يدعو إلى الاهتمام وهو إن عمرو بن معد كرب في سنة تسعة هجرية عندما جاء إلى المدينة على رأسي وفد قبيلة زبيد وأسلم ودخل الإسلام والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أول ما سأل على منزل سعد بن عبادة بن دوليم فهذا شيء ملفت يعني رجل جاء من اليمن إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأول شيء يسأل على منزل سعد بن عبادة بن دوليم وأقام عنده أيام وهو الذي جلبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام وعاد من المدينة إلى اليمن وكان كلما يأتي إلى المدينة ينزل عند من؟ ينزل عند سعد بن عبادة بن دوليم فأعتقد بأن صلة القرب بين عمرو بن معدي كرب وسعد بن عبادة بن دوليم صلة قربة قريبة جدا وليست بعيدة وما زال البحث جاريا في هذه القضية وفي هذه المسألة